بسم الله الرحمن الرحيم اره و السلام بحضراتكم محمد جواد نهاردة ان شاء الله هنتكلم ميك لناكل على السريع كده دي كانت حالة كنا شغالين ودخلت حالة النيرسي بتقول فيه كلب كان بياكل في حاجة وبعدين حصروا طبعا اهم حاجة في الحالة دي ان انت تعمل استابيلازيشن للبيتينت وتاخد اكسري طبعا بس الاهم حاجة الاستابيلازيشن الاول الاكسري حتساعدك تعرفه في المشكلة و تتعالج يعني تعالج ازاي هو طبعا انا كنت شاك انه كنت شاك انه كاردياك كنت شاك انه بخطرية مختلفة غالبا كنت شاك انه غالبا كنت شاك انه ولكن عشان انا عارف انه هو وهما قالوا انه كان بيندخ في حاجة ومرة احنا شاك انه ياخد نفسه فكده احنا عرفنا ان هو الاكسري حكون الحل الافضل فبعد في الحالة دي طبعا اي حالة بحصلها ان هو ياكله حاجة بتقفل وبتلاقيه حاجة سال ابيض كده بيطلع ورغاوي اما بيتشوك والحاجة بتقفل وطبعا ما بيسمحش اما بتعور فانت في الحالة دي الافضل حاجة ان انت بتعديله كتير 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 وبتزوقه جوه المعدة لو معرفتش سحابه مثلا بسكوب او كذا لان خالبك ساعات يعني ايه ان انت تجرح في الاسوفيجس وفي الحالة دي طبعا نازم تعالج بايه ببروتون بومب انهيبيترز اوميبريزول بانتابريزول اي حاجة زي كده مع ساكرالفيت لان هو ايه بحيث تتقلل الحمضة على ردة ما تقدر فهتتقلل اللي هو بيبعلي ارتكاع مريق تقريب العربي ومشاكل بتحصل في مريق سمحش اصلاك ما يحصل لكش السوفيجيال فده كان ايه التفكير ان هو ده ممكن يكون السوفيجيال بعد اما اخذت الاكس راي طبعا انت في الحالي لازم تهدي لان هو دايما اما بيبانك اي حالة رسبراتورية لازم تهدي فتهدي زي افضل حاجة الاوبئيت زي ايه زي توربا جيسك صديق الفلاحة الاوبئيت دوت حاجة غيمة خالص سوري التوربا جيسك عندك من الغايب بوينت فور فتتدلو زي ما انت عايز لو متنايل خالص ممكن تدلو بوينت فور وفري سيف وفري شورت اكتنج سيطلع بسرعة وحاجة جميلة خاصة تمام من تدي اي في يعني تكاكين رات اوئي ما بحاجة اي اي ام لان تاخد وقت و هي اصلا شورت اكتنج فمش هديك نفس التأثير قوي ولكن الافضل تحت ادي اي في ادتوا الحالة دي ادتوا حواليكم الحالة هنا عشان تبقوا شايفين بسم الله اهو تمام هو طبعا الصورة دي انا ما صورتاش الا بعد بعد اما هو كان من المشكلة اللي جاء عشانها اخي مبالك فهو طبعا بدأنا هنا اه كان ده ماشي اه لازم ياخد اكتنج طبعا و اه كنا بقى احطانه والدينالو للحاجات اللي هنقول على هدواتي اه و هم بياخدوا اشاعة لقيتهم بيقولوا الحق ده ايه ده بيرجع دمي قليت المنظر ده كمية دم كبيرة جدا دي هي السورة مسغرابسة هي كمية كبيرة جدا على الترابيزة ماشي ممكن يحصل اي حاجة او كده عملنا الاكس سي راي و لقينا المنظر ده فياريت حضرتكم لو توقفوا الاكس سي راي طبعا تشست اكس سي راي ده مان تري فيوز طبعا هو الاكس سي راي مش ايديل هنا مش متاخدة و معبوغة شوية وي ووي بس هيك اتناف ان هي تدينا الدياجنوسيس فانا مبردتش يقولوا هم يعيدوها دياني لان ارحان اصلا اندسترس مسعبت وانت بتاخد حاجات لس ده انا ايديل فلو حضرتكم كده وقفوا الفيديو دلوقتي وبصينا في الفيديو ده كده في الاكس راي دي وياريت حضرتكم تقولي مشكلتين في الاكس راي دي مش مشكلة واحدة فرص مشكلتين كده عشان احنا ايه جبنا من الاخر اوكي مشكلة عويسة جدا وكان ممكن ومشكلة العواصل بتاعها اقل ميسي اوكي واقف الفيديو طيب يا ربكم واقفت الفيديو وشفتوا وقلتوا لي مشكلتين ايه هم اكشولي ثلاث مشاكل اول حاجة انا انا عيني على السوفاكاس فين هو السوفاكاس اهو صح ومال ايدي دي تراكية وده السوفاكاس تراكية داخلنا جوه هاي واحصل لها بايفريكيش والسوفاكاس اهو دايما بتلاقي فورم بادي هنا او هنا او هنا فوق التراكية وسعب ارزائي التراكية التحت او هنا او هنا في الحتة دي قابل الاستمك بشوية وهو داخل على الاستمك طيب انا مرقيتش فورم بادي في السوفاكاس قلت اهو مالفل بفورم بادي فورم بادي طالعة هنا اهو شايفين الدايرة زي جوه التراكية تمام انت لستتعارف انهاتوي كويس جدا عشان تكون مانظرة تقول ايه ده تمام اول مشكلة هو دي life threatening سعبين foreign object قاعد في التراكية عامل partial obstruction للايه للتراكية او سيبت شوية وده غالي ممكن سورس بتاع البلد عمل بعمل orientations في التراكية وعمل ايه يجيب دم ده شوية air في الاسوفاكاس عادي لان هو gasping for air فدع عادي ولكن انت تبص المشكلة التانية او التالتة هنا اهو انت عندك قول ده interstitial pattern في ال lung lung بيضه خالص انهوت ده في اوقات كمان ممكن تقول في حتة فيها حنجي نتكلم على ال ان شاء الله في ال lung هننكلم عن الحاجات دي الفيولر pattern with some air bronchogram يعني انت شايف بياض وشايف في السواد المفروض انت شايف سواد وفي حتة بياض انت العكس انت شايف بياض وفي حتة سواد بدرجة ان انت لو بصت في الحتة دي مسلا كده الحتة دي تعتبر white patch وانت شايف فيها سواد فدع انت كده اسمه air bronchogram الفيولر pattern with air bronchogram بس هو local يعني لكن ال predominant pattern هنا او تقول عليه ايه heavy interstitial وطبعا دي مش ideal x-rays ولكن enough to tell me طب إلا بيعمل interstitial pattern في ال lung كده هنقول عليه ايه بقى وبالذات يعني انت تتكلمنا عليه قبل كده ولا لسا نكلمش عليه الكلام على في محضرات ال emergency ultrasound تمام non cardiogenic pulmonary edema non cardiogenic pulmonary edema يعني ايه يعني most common في حالات بقى post-ectal بقى ما يحصل لهم seizure بيعمله non cardiogenic pulmonary edema في بيحصل برضه في حالات زي الحالة دي او لو اتخنق من بره نفس الكلام بيعملك non cardiogenic pulmonary edema ممكن تفقلك الكهرباء لو حصل كهرباء non cardiogenic pulmonary edema drowning الحاجات دي كلها ممكن تعملك non cardiogenic pulmonary edema يعني القلب هنا مشي السبب في ال pulmonary edema لان احنا ال pulmonary edema هو نتيجة القلب ولا مش نتيجة القلب دي هنا مش نتيجة الايه القلب يعني الحكنا ولكن علي نضع حقا بعد ما شينا نبي عندنا دينا قرعة ليسكس واحدة واحدة ومشأتك كثير مع الاكسجون طبعا وقديته في الحالة عشان كان سبير قرعة دكساماتهزون عشان عشان مكامل كدا دكساماتهزون دكساماتهزون ودكساماتهزون ودكساماتهزون وقدت له ايه داني؟ إضطيت له دكس ودكس وانطباعة اكس عشان طبعا كل البلاوة دي هتعمللوا أنطباعاتكس ياخد اي فيا انتبعتك سوى رواح البيت بايه بقى انتبعتك استميم? طيب خليوا بقى نشوف ايه اللي عملنا ايه في المضادر. لو حضراتكم بسيطوا هنا كده. اه ده كان حتى عاملين دايرة عليها عشان يقول لنا اه البتاع هيد. تمام? بس طبعا احنا كنا خلصنا قبل ما لايه يجي. اما حضراتك بتخضر ده ده كلنا عنده. زي البشري بس ده البشري بقى معوق لان البشري بيعمل له. انت انه ما ظهرك بيعملك كده. اه. وانت المفروض على فكرة تعليمه ازا تعمله ابسايد داون بحيث لو حصل لك مشكلة اثناء الجروح هتعرف تعمل ابسايد داون. ولكن احنا عندنا اسهل واللي ده بقى استريد كده هو. واللمبة هنا بين كل المسائل اللي بقى اهيت. والتراكية قدامك جوه. الفتحة دي بتاع تراكية. الارانيكس هو توالي الابيجلوتس والدنيا ايه جميلة ايه خلاص. فانت اه اه بايدويه لعندهم الارانيكس بتلاقي الارانيكس دي واحدة بتحرك والتانية لا او الاثنين ما بتحركوش. فانا كنت ببص هنا لاسا ما لم تصورتش طبعا اثناء الوارم بادي ولكن او ايبل تسي الوارم بادي انا كنت شايف الوارم بادي قدامي فانطاح وجامد بس حاولت افتح بالاستبيل للشد لسانه افتح بالشد لسانه فبعملو كنت روما يسحبوا تلاتة ميك بر كيج ولكن كنت بدي وان ميك بر كيج احنا منتكلم ميك بر كيج عشان كبير صغير هو ميك بر كيج تمام فخلتهم يدوروا طبعا مع اكسجين وانتفاتح كده فانا شايف ان فيه في واحدة منها فيديو. الفيديو ده بعد ما شرنا تمام? انا كنت مسجلوا هنا عشان هوريكم يا رب بس يكونوا وجود. اهي. شايفين اهي. الاتنين بتحركوا. واحدة يمين واحدة شمال. شايفينها? الاتنين بتحركوا. واحدة يمين واحدة شمال. عشان وقال لك كلب كبير. كلامنا عليه في الاجزام. اختصارها يعني. بتفتح ما بتلاقيش الاتنين. شايف واحد باستحهمين وشمال. يمين وشمال. تمام؟ دي لو لنينجل باشي حتشوف الصورة دي. حتشوف واحدة ليزي. دي كتليزي سيكة. بس اعتقد من الصورة. مش من حاجة يعوش من الاتهاب او كذا. لكن الاتنين بيفتحوا و الاتنين بيعفلوا. الاتنين بيفتحوا و الاتنين بيعفلوا. مع التنافض ذا تمام. الفوري ما بعدي لقيتوا في دوي في الحتة دي. فأولت لهم هتولي أي حاجة حاولت اسحابه كل ما وصلوا ما ما يجيش كلما يتزاق الجوه كلما يصلوا يتزاق الجوه فالحمد لله نوع كان بارشالي اه 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 اوستركتد فزاقت له الفولي كاتتر الجميع انتم شايفين كده اتكلمنا عليها برضو كده تتحقي في محاضرات اليورينيري بتبقى اسطرة عادية جدا خلاص وفيها هنا انجكشن بورت لانجكشن بورت دي بتحقن فيها المحلول بيروح له هنا يروح طالع على ايه على البلونة دي فما بتحقن البلونة انت بتعدل اول من غير ما تنفخ البلونة فاحنا اه 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 ده سايز ايت ايت فرانش السايز بتمشي بيسموها فرانش فعدنا ديت عدتها اه 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 فوق الفورين بادي يعني شفت الفورين بادي اهو اهو مكبر الصورة دي كده هي هي الزغنطوطة دي بيسموها اي كورن لو تفتكروا الافلام بتاع السنجاب اللي بيجي السنجاب اللي عدو يقص فيها كده دي حاجة زي كده بعدها اي كورن فعدتها من فور الاي كورن وما وصلت حقنت السلاين هنا كممكن حينها واحد اعتقد كان الافضل حينها واحدة اه ماشي اه ولكن السلاين بيت حقن هنا فبالتالي بادي بعد الفورين بادي واوما دفخت سحبت الايه الايه الفولي كاستر طلعت بفور بادي تمام اهي هادي الايه الفورين بادي واوما فرحوان هو عشان ربنا كرمنا تمام اهي تمام هي الكعاد الزغنطوطة دي يعني هي ربحت اكبر شوية كان ممكن مات لانا تعمل full obstruction لكن هنا هنا ما كانتش كبيرة آآ كتعملها آآ بس سفير تمام وعدناها من فوق وصحبناها الحمد لله والدنيا ايه آآ عدد تمام وربنا سطر تمام آآ اللي عايز اقوله ايه اللي عايز اقوله آآ سوري البوست اكس رايز بقى اهي البوست اكس رايز شافين دي البي اهي اهو البوست اهو هفيش فور امبادي ولا حاجة فيش واتس والانجوش اوكي آآ يعني ممكن ده اصلا الفك حتى انت هتلقل الفك هنا هتلقل ايه وهو ولكن شوية اير هنا في الاسم ويتها في الاسوفيكس مع شوية الوديما وردو زي مهمة آآ هو احتاج جرعة واحدة بس ما احتاجش جرعة اكتر من كده وآآ حقون الدكسامتازون واحدة بس بصورة انت بعضك اللي كاملت عليه فترة آآ ععدتوا معي تاني يوم تقريبا تاني يوم آآ كان كريزي كده زي ما احنا شايفين وفرحان وعمل ايه آآ ولا كان شيء لم يكن تمام آآ آآ الناس هناك زراف قوي يعني جالنا جواب من كل افراد العائلة كل حد في الائلة كتب كلمة يعني صاحب الحالة زوجته اولاده كل ولد كتب حاجة وكل بنت كتبوا حاجة فكانت حاجة ظريفة يعني وده بصراحة في الاميرجنسي انا عاش خاصة عشان كلا بحب الاميرجنسي الحالات اللي بتيجي اللي هي يقوله على ايه trying to die وانت ايه trying to stop it from dying يعني طبعا كل حاجة بإذن ربنا يعني ولكن حاجة لك ايه حاجة بتحاول تموت آآ وانت بتلقص حياتها بحاجة بسيطة وفعلا انت لم تدخلتش في الوقت المناسب راية اوي كان ممكن حاجة اللي نتعلمه من الدرس دوت ايه حالة تنفس ادي له أوبيوتس على طول ادي له توربيجيسك ممكن تدي له هادرومورفين او مورفين ولكن يعني الحادرومورفين ومورفين ممكن يخليوا يرجعوه الهادرومورفين فلازم تدي معه سيرينيا او حاجة ممكن تدي برضو معه لو ما عندكش يعني ولكن هدي هدي مهم او انت تتهدي خلاص ومش هيأثر على على الجرعات دي مش هيعمل لك او حاجة وبالعكس وفري سيف وانت كمس تو هارت الهيدرومورفون بس هيخليه بحانتن كتير بحانتن لو ديته اي في لو ديته اي ام حيطور صغيرين بس برضو ممكن يخليه يرجع تمام فانت زي ما قلنا صديقك وحبيبك كان مين التوربيجيسك اللي هو بيتورفينوخ تمام ايه تاني الدرس نتعلمه ان انت من السجن الان انت بتاع الحالة ومن الهيستري تقدر تقول انت محتاج اكس راي ولا محتاج ودي بتفرق لان انت الآن يعني انت عايز انت بدر عليه فهو داخل انا هو كلب صغير هيستري كان طبيعي مرة واحدة اكل حاجة باعكات شوكينج اول حاجة في بلاي عطل استفجيل فورم بادي مطلعش استفجيل اوضحك تراكيال ولكن نفس الحاجة فكان الاكس راي is the gold standard في الحالة دي استحنا تشوف بس صعب جدا نشوفه بالاكس رايز لكم متمرس جدا وعرفت بضر عليه وفين وقصص يعني ماشي ولكن انت وممكن ما تشوفه بس اي عاد انت تذي بردو وهيقوقت ماينك اطول مش دال fast scan ماشي ولكن هنا الاكس رايز كده ال gold standard ونجردينك بل منر اجيما عرفنا سببها ايو بتحصل لازي عليناها وان دوس بس وكان في انفلميش كتير عليناها بديكس حوان الديكس واحدة وحطناها انتبعتك بس كده وان شوفكم تاني في ميلك لانك التاني بس دالة سلام عليكم